اشتركوا في القناة وبالحضور الكريم في هذا اليوم الاثنين الموافق للأول من جمادة الأولى من عام 1440 من الهجرة السابع من يناير من عام 2019 ميلادي ونتشرف بكم وبالشيخ وبإذن الله تعالى سيقرأ على الشيخ متنين من متون العلم الطيبة المباركة لصاحبها المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهم القواعد الأربعة والأصول الستة وإن كان هناك مقدمة قبل الشروع في القراءة فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا عزاك الله خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الرسول كما ذكر الأخ الزاء الله خيرا نتكلم عن متن القواعد الأربع قبل أن نبدأ بهذا المتن نسأل لماذا ندرس التوحيد ها يا أخوانا أترك الكتب يا شيخ يا شيخ أترك الكتاب لماذا ندرس التوحيد ها من يقول لي نعم يا شيخ حق الله العبيد خلقنا لنوحد الله سبحانه وتعالى لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد لا يدخل الجنة لموحد استقرار الأمن الهداية الطمأنين وحلاوة الإيمان سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكثير الحسنات تكفير السيئات تمام لماذا اخترنا دراسة هذا المتن متن القواعد الأربع لأن بعض الناس يقول لي يعني كتب كثيرة في التوحيد لماذا نبدأ بالأصولة الثلاثة دائما ثم القواعد الأربع لأننا طلاب الطالب لا يتكبر على العلم ولا على العلماء يسير على النهج الذي خط لنا العلماء حتى نصل إلى ما وصلوا إليه لا تطلب العلم على ما تريد أو على ما يذكر لك بعض الأشخاص هذا لا يصلح ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا هذا السؤال الثاني السؤال الثالث سبب تعليف هذه الرسالة القواعد الأربع هذه الرسالة والله أعلم هي خلاصة لكتاب كشف الشبهات كما أن الأصول الثلاثة تقريبا خلاصة لكتاب التوحيد أترك الكتاب أترك الكتاب أشياء القواعد الأربع خلاصة لكتاب كشف الشبهات لو قال لنا قائل لماذا لا نبدأ أولا بكشف الشبهات ثم نبدأ بالمختصر نقول هذا ليس لك هذا للعلماء والعلماء رحمهم الله تعالى منهم من يرى يعني المنع من القراءة في كتاب كشف الشبهات قبل دراسة كتاب التوحيد الشبهات كيف ترد كيف نرد على أي شبهة ترد علينا الشيخ محمد بن عبداللهاب ذكر في كشف الشبهات أن الرد على أي شبهة سهل جدا بشرط أن تصغي لكلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فأي شبهة ترد عليك تقول هذه الشبهة أنا لا أعرفها ولا أعرف الرد عليها وأقطع أن كلام الله لا يتناقض ولا يمكن أسمع لهذه الشبهة وأنت الذي تنقل لي هذه الشبهة أنت من الذين سمى الله ولابد أن أحذر منك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الذين اتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فأحذرهم يعني لا يمكن أن تردك شبهة وتقرأها أو تردك شبهة خاصة في الأجهزة الآن وترسلها للآخرين تقول انظر ماذا قال المبطل في مثلا في الغينة يعني لو جاتك رسالة هذه الرسالة فيها جواز الغينة مثلا أو قال لك مثلا قائل يجوز الحلف بغير الله والدليل ما ثبت فيه صحيح مسلم تقول هذه الشبهة أنا لا أعرفها ولا أعرف الرد عليها وأقطع أن كلام الله سبحانه وتعالى لا يتناقض وأنت من الذين سمى الله لنا تتبع المتشابه وتترك المحكم وعندنا نصوص محكمة بينة من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وأنا لا أتغير عن هذا ولا أسمع لك ولا أنشر هذه الرسالة ولا أحولها الآخرين مفهوم؟ هذا يسميه العلماء رد مجمل ويقول محمد عبدالله رحمه الله تعالى هذا الرد يعرف كل موحد بشرط يصغي لكلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أما الجواب المفصل هذا نرجع فيه للعلماء مثلا يقولوا هذا الحديث الزيادة في هذا الحديث لا تصح وضعف هذه الزيادة الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وكذا 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 هذه أمور تفصيلية يعني نرجع فيها للعلماء بعض الناس هدان الله إياه يقرأ فيما شجر بين الصحابة رضو الله عليه الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول لا يجوز القراءة في الكتب المؤلفة من أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة لماذا؟ لأنه قد يقع في قلبك شيء الله سبحانه وتعالى لا يسألك يوم القيامة عما شجر بين الصحابة ومين هي الفئة الباقية لكن سائلك الله سبحانه وتعالى هل أطعت الله سبحانه وتعالى في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم وهل أطعت النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي إذن هذه الشبهات قد يعني تؤدي عند دخولها في القلب أنه لا يستطيع أن يخرجها قال فحدثني بشيء وقعت لديه الشبهة فماذا صنع؟ رجع إلى العلماء أيضا قبل أن نبدأ بدراسة المتن أي متن تقتنيه أو إذا أهدى إليك بعض الناس كتابا إيش تصنع؟ تقرأ الكتاب بأكمله وهذا أحسن شيء قبل أن تضع الكتاب في الرفع أو أقل ما تقرأ في الكتاب تقرأ مقدمة الكتاب والفهرس لماذا؟ لأنه بقراءة المقدمة تعرف مصطلح المؤلف والغرض من التعليف وبقراءة الفهرس تعرف محتوى الكتاب لأنه قد تبحث عن أشياء وهي لديك في بعض الكتب تتصور الكتاب بأكمل أولا هذا المتن المبارك نستطيع أن نقسم هذا المتن المبارك متن القواعد الأربع إلى ثلاثة أرسام القسم الأول المقدمة وهذه المقدمة فيها عنوان السعادة القسم الثاني أعطي الكتاب أعطي الثاني زاكر الله خير القسم الثاني لماذا ندرس التوحيد؟ القسم الثالث القواعد الأربع الشيخ محمد بن عبداللهب رحمه الله تعالى في غالب مؤلفاته يأتي بهذا القسم الثاني لماذا ندرس التوحيد؟ ذكر هذا في الأصول الثلاثة في القواعد الأربع في كتاب التوحيد في كشف الشبهات لماذا؟ لأن هناك من يحارب من يدعو للتوحيد أو يعلم الناس التوحيد وقل التوحيد عرفنا ولا داعي نعلم الناس التوحيد إذن عندنا أقسام ثلاثة مقدمة في عنوان السعادة ولماذا ندرس التوحيد والقواعد الأربع المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى البسملة يبدأ العلماء رحمه الله تعالى بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بل بالأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام اقتداء بعلماء السلف تيمنا وتبركا بالبداء بسم الله لأن كل شيء يذكر عليه اسم الله تحل فيه البركة البعض يستأنس بحديث كل أمر الذبال وإن كان لا يصح ثم بعد هذا دعا للطالب من العجب أن المؤلف هو الذي يدعو للطالب المفروض أن الطالب هو لا يدعو للمؤلف لكن هو يدعو لك دعا هنا في القواعد الأربع لك في موضعين في الأصول الثلاثة في ثلاثة مواضع عجيب هذا الرجل يعني الآن هو عندما يؤلف هذه أي هداية هداية ماذا دلالة ورشاد بيّن لك بماذا بالتأليف عندما دعا يدعو الله يدعو الله لك بهداية التوفيق كأنه يقول يا رب اعطي هذا القارئ هداية الدلالة ورشاد وهداية التوفيق إذن هذا معنى أن المؤلف رحمه الله تعالى يرغب بأن بأن يلحق القارئ والمتعلم كل خير هداية الدلالة ورشاد بالتأليف وهداية التوفيق بالدعا وبعد هذا يقرأ بعض الناس ولا يعني تأتي كلمة على لسانه يقول رحمه الله بعد هذا ذكر قال أن يتولاك في الدنيا والآخرة من هم أولياء الله أولياء الله سبحانه وتعالى الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقود يعني جمعوا بين الإيمان والتقوى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من كان مؤمنا تقية كان لله وليا لا بد أن نفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وعلّف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابا سماه الفرقان كما تفرق بين السماء والأرض لا بد أن تفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان يا رجل ينام بين القبور يشرب الخمور يزني ويسرق ولا يأتي بالطاعات ولا يستنزه من بوله هذا ولي لا شك في ولايته والله ولي من أولياء الشيطان من كان مؤمنا تقيا كان الله وليا ثم ذكر عنوان السعادة وأسباب السعادة ثلاث أشياء الأول إذا أعطيه شكر الثاني إذا ابتليه الصبر الثالث إذا أذنب استغفر الأول إذا أعطيه شكر أولا نسأل هل النعم ابتلاء هل النعم ابتلاء نعم أو لا نعم ما الدليل ونبلوكم بالشر والخير فتنة فلما رأاه مستقر عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه إن ثلاثة من بني إسرائيل فأراد الله أن يبتليهم كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك فهي اقتبار امتحان ابتلاء لك كيف تنجح في الاختبار مهم جدا من يعلم كيف تنجح في هذا الاختبار الآن قلنا النعمة ابتلاء إذن عرفنا هذا إذن كيف نخرج من هذا الابتلاء والامتحان بالنجاح بالنجاح يقول والله أعلم تخرج من هذا الابتلاء بأمرين الأول قبل أن تأتي النعمة والثاني بعد أن تأتي النعمة قبل أن تأتي النعمة يمشي بعض الناس في الطريق هذا الجوال يدق يمشي بعض الناس في الطريق ويرى القصور العمائر متاع الدنيا فماذا يفكر في الغالب يفكر يقول له يتعرف عليه الأمير أو الرئيس أو الوزير أو التاجر أو الملياردير ويقول أنت حبيبي وخذ من مالي ما شئت ودع من مالي ما شئت أو يعطيني شيء مفتوح صح أكثر الناس على هذا صحيح أو لا نعم الجنة تطلب من من لماذا لماذا تطلب من الله ولا تطلب من غيره لأن لا أحد يقدر على إعطاء الجنة إلا الله سبحانه وتعالى إذن طيب الرزق يطلب من 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 الله وتوكل على الحي الذي لا يموت إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتقوا عند الله الرزق لا عند غيره واعبدوه واشكروا له إذن قبل أن تأتي النعمة لا تتعلق لا بالحكام ولا بالرؤساء ولا بالأمراء ولا بالتجار بعض الناس يقول ماذا صنع لنا العلماء اشترد منهم بشر أين حكام العرب اشترد منهم أين العروبة أين أهل الخليج أين كذا أين كذا هذا قبل النعمة تأتي بعد أن تأتي النعمة الآن أنعم الله بها عليك ماذا تصنع تشكر هذه النعمة كيف تشكر النعم بعد أن تأتي بالقلب إقرار واعتراف أن كل ما بك من نعمة فهي من الله باللسان وأما بنعمة ربك فحدث هذا من فضل ربي الحمد لله نعم بالجوارح بالجوارح تسرف هذه النعمة في شكر المنعمة المتفضل نعمة العلم أن تبذل هذا العلم نعمة المال ينفق في طاعة الله لا في معصيته ضد هذا كفر النعمة يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ينكر النعمة يكفر النعمة بالقلب اعتقاد يقول هذا بجدي واجتهادي وأنا محقوق به وعلى علم من الله أني له أهل وإنما ورثت هذا المال كابر عن كابر ونحن أكابر ونحن أشراف ونحن أهل غيناء نعم وبعرق جبيني وبكدي هذا انكار للنعمة هذا كفر للنعمة أو بالجوارح يصرفها في غير طاعة الله هذا القسم الأول أن المسلم حال النعمة حال الابتلاء تجده شاكر لا كافر الثاني يقول إذا ابتلي صبر الناس عند المصيبة ينقسموا إلى أربعة أقسان الأول متسخط والتسخط كبير وقد يصل إلى الشركة الأصغر والأصغر قد يوصل إلى الأكبر يتسخط بماذا بماذا بقلبه أف بلسانه يلهوي يسب يشتم يلعن بجوارح يكسر نعم يفحط مثلا بالسيارة هذا التسخط كبير من كابر الذنوب الثاني من أنواع الناس عند المصيبة الصبر حكم الصبر واجب بإجماع الأمة والصبر مثل اسمه مر مذاقته ولكن عواقبه أحلى من العسل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وبشر الصابرين وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم يصبر بقلبه المصيبة مر يتصبر مثل الذي يشرب الدواء طعم مر رائحة كريهة يتصبر لما يترتب عليه من شفاء الثالث من أقسام الناس عند الابتلاء عند المصيبة راضي وحكم الرضا مستحب هذا لديها النعمة والنقمة مصيبة سواء لماذا؟ قلبه ميت لا قال لتمام رضاه بربه يعلم أن كل ما أصابه فهو من الله فيرضى ويسلم مستحب أعلى المراتب شاكر يعني عند المصيبة يشكر يشكر الله سبحانه وتعالى مثاله شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله تعالى أراد أن يكتب رسالة لأمه من السجن تخيل أنك في السجن وأنت شيخ إسلام وظلمت وكذا إيش تكتب لها؟ دمعتين وتقول يعني ظلمونها أو الحكام فيهم وفيهم وفيهم كتب في هذه الرسالة بعد البسمة أو الحمد أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد فما زلنا في ازدياد وما زالت نعم الله تتوالى علينا نعمة بعد الأخرى وقد فتح الله علينا بفتوحات ولو لما تعلمي ما نحن فيه لأتينا إليك ولو على الطير وسلمي على القريب والبعيد والصغير والقبير هذا أين؟ يقول وهو مسجون إذن لو خرج يش يقول وهو قال رحمه الله قال المسجون من سجن عن ربه المسجون من سجن عن ربه أراد أن يكتب رسالة لإخواني يعني لطلابي من السجن فكتب في أول الرسالة وأما بنعمة ربك فحدث النوع الثالث من أنواع السعادة إذا أذنب استغفر ليس الإشكال في أن الإنسان يقع في الذنب كل بني آدم خطأ والمعصوم من عصب الله الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا توجه اللوم إلى إنسان أذنب واستغفر أنا لا أستطيع أقول لهذا الأخ مثلا أقول أذكر قبل عشر سنين كنت على كذا وكذا وكذا من المعاصي يقول هذا ذنب تبت منه توجه إلي إلي اللوم لو كنت على ذنب باقي ومصر عليه أما تركت هذه الذنوب عف الله عما سنف إذا أذنب استغفر فإن هذه الثلاث يقول عنوان السعادة لو نبحث في أحوال الناس نجد أن أحوال الناس في الغالب أنهم لا يخرجوا عن هذه الأحوال الثلاثة سراء شاكر ضراء صابر معصية مستغفر قال فإن هذه الثلاث عنوان السعادة ثم دخل في القسم الثاني والقسم الثاني ذكرناه لماذا ندرس التوحيد الشيطان يضع الشباك يريد أن يفسد عليك العبادات بماذا؟ بالشرك فلابد تتعلم الشرك تحذر منه تحذر منه تدعو الله سبحانه وتعالى بعد هذا ذكر القواعد الأربع القواعد الأربع هي في الحقيقة رد على شبه يأتي بها أهل الشرك في زماننا القاعدة الأولى أن بعض الناس يقول أنا أقول أن الله هو الخالق والرازق والمحي والمميت والمدبر نقول هذا لا يكفي وحده هذا التوحيد هو توحيد الربوبية هذا التوحيد أقر به الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم هذا في الإسلام لابد أن تكون كل العبادات لله ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا عابدوا ما عبدتم فكل من أقر بتوحيد الربوبية وأشرك في توحيد العبودية توحيد الألوهية صرف عبادة واحدة لغير الله فقد وافق الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس بتوحيد إذا وحد نوع واحد من أنواع التوحيد وترك البقية الشبهة الثانية أو القاعدة الثانية بعض الناس يقول لك أنا لا أشرك بالله أنا أريد من هؤلاء من أهل القبور مثلا أو من الجن أو من الصالحين أو من الأولياء أنا أريد منهم فقط القربة والشفاعة أنا لا أعبدهم نقول هذا الكلام هو كلام الكفار وبهذا كفرهم الله هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا القاعدة الثالثة أو الشبهة الثالثة بعض الناس يقول لك الشرك محصور في عبادة الأصنام أما عبادة الأشجار عبادة الشمس عبادة القمر عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عبادة الملائكة عبادة الصالحين هذا ليس بشرك الشرك فقط في عبادة الأصنام نقول لا أدل كثيرة من كتاب ومن سنة فيها أن الله سبحانه وتعالى كفر من عبد الشمس من عبد القمر من عبد الأحجار الأشجار الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ملائكة الصالحين ولم يفرق الله سبحانه وتعالى بين الشرك وشرك وقال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا شيئا نكرة تعم كل ما يشرك به من دون الله نبي أو ولي أو جني أو صالح أو ملك أو شرك كبر أو شرك أصار ثم أتى بالقاعدة الرابعة قاعدة الرابعة والأخيرة يقول أن الكفار الذين أبعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يشركون في السراء ويخلصون في الضراء ومع هذا كفرهم الله وأهل الشرك في زماننا شركهم دائم في السراء وفي الضراء فهم كفار من باب أولى نقول لهم اتقوا الله كيف تشركوا وتأتوا بأشياء لم يأتي بها الكفار الذين أبعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا مختصر لهذا المتن المبارك أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق السداد والله أعلم وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم وزاكم الله خير